رسائل تترى من الكيان الصهيوني إلى إيران رسائل تحملها طائرات مقاتلة لتطلقها صواريخ وقذائف باتجاه الأهداف الإيرانية في سوريا بعد أيام فقط من آخر ضربة انتلقتها ميليشيات الحج في العراق في إطار صراع النفوذ بين الإيرانيين والصهينة في سوريا عاود الطيران الصهيوني غاراته مستهدفا مواقع في العاصمة دمشق التي ينفذ نظامها في نفس الوقت حملة شعواء على إدلب وحماه ملقيا براميله المتفجر التي لا تستثني بشرا ولا حجرا بغطاء روسي يتعامى هو الآخر عن حماية حليفه من الغارات التي يشنها حليفه الأشد قربا وبحسب مصادر مطلعة فإن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في مطار دمشق وقرية عقربة جنوب العاصمة فيما أكدت مصادر صحفية سقوط قتلى في الهجوم بينهم عناصر من ميليشيا حزب الله الجيش الصهيوني أعلن من جانبه أن القصف استهدف قوات إيرانية كانت تخطط لإطلاق طائرة مسيرة وشن هجوم على ما سماها أهدافا إسرائيلية انطلاقا من داخل سوريا بينما علق رئيس الوزراء الصهيوني بن يامين تنياهو على الهجوم بالتأكيد مجددا على أن لا حصانة لإيران في أي مكان بالمنطقة وأن قواته تعمل في كل اتجاه لاستهداف طهران والمنظمات التابعة لها الضربة لن تكون الأخيرة على ما يبدو مع تأكيدات الحكومة الصهيونية على مواصلة تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى تسليح ميليشيا حزب الله في لبنان وإعداد ميليشيات الحجد في العراق وترسيخ وجودها العسكري في سوريا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي نفى أن تكون مواقع الحرس الثوري في سوريا والعراق قد تعرضت لقصف صهيوني تصريحات اعتبرها مراقبون محاولة واضحة للتنصل من تهديدات إيرانية سابقة بالرد على هذا القصف الذي تؤكده شواهد أكثر من أن تحصى أسد في شمال سوريا نعامة في جنوبها هكذا يظهر النظام السوري الذي سيحتفظ بحق الرد كما جرت العادة عند من يسمون أنفسهم محور الممانعة دون أن يجرؤ حتى على سؤال أنصاره الروس ماذا أنتم فاعلون أو يشير إلى حليفته طهران لكي تجسد شعاراتها التي استهلكت مرارا وتدافع على الأقل عن مصالحها وتنقذ حلفائها من المأزق الذي وضعتهم فيه موسيقى